قبل ما نهضروا على نقل تجريبتنا نهضروا بعدها على تجريبتنا وكيفش طورناها القوانين المغربية أو المملكة المغربية قامت في السنوات الأخيرة بمجهود شريعي كبير جدا من خلال تحديث مجموعة من النصوص القانونية المرتبطة بالاستثمار مدونة التجارة ضمنة المنقولة بصفة خاصة الكتاب الخامس المنصات الإلكترونية هذه كل الأشياء جاءت في السنوات الأخيرة من خلالها تمكننا من ربح نقاط في مؤشرات دوين بيزنس وهذا مهم جدا تجريبتنا المغربية الآن هذا الملتقى أو مثل هذا الملتقى يعطينا الإطمئنان على أننا نسير في الطريق الصحيح عندما يأتي المؤسسات القبرى التي اشتغلنا معها في إطار تنزيل هذه القوانين كجهة استشارية هي القوانين وطنية 100% ولكن دائما تكون لدينا تلك النظرة لتكون قوانين منفتحة على العالم عندما يأتي المستثمر أجنبي يريد أن يستثمر في المغرب يجب أن يجد شيئا من قانونه فكرة عامة من قانونه إذن الحمد لله استطعنا أن نحقق هذا الهدف الآن نضج التجربة المغربية ويمكننا نفتح قوص ونقول أن الحضور العدد الهائل من ضيوف المملكة المغربية في هذا المؤتمر هو اعتراف بنجاح المسلسل في المغرب لأنه لا يمكن أن يحضر عندك حوالي 30 وزير عدل وحوالي 30 رئيس محكمة عليا وحوالي 30 وكل عام يعني هذه الأرقم ليست دقيقة ولكن تقريبية تقريبا كينا هذا اعتراف من المنتظم الدولي بأن مسلسل إصلاح منظمة العدالة بنفهمها الواسع في المغرب حقق نجاحا مهما وتأتي الناس في هذا الملتقى لتعرف وتأتي بما لديها من جديد إذن هناك صنفين من الدول أو ثلاثة أصناف من الدول هناك الصنف الأول هو الذي حقق المستجدات كلها الصنف الثاني هو في طور التحقيق والصنف الثالث هو لازال ينتظر هذا الذي لازال ينتظر مؤتمر مراكش بيّن له كل الألوان والأشكال هناك من أخذ هذا الطريق وهناك من أخذ الطريق الآخر اليوم الثاني هذا اليوم ومخصص للورشات لتقول كل دولة ما فعلته في نقطة معينة وأنا الذي أريد أن أستفيد أو أن أدخل إلى بلدي وأفكر في تغيير هذا القانون سوف أعود إلى بلدي وفي دهني ما قاله الوزير الفلاني أو ما قاله المسؤول القضاء الفلاني وأقول لقد نبهنا قال بأن هذا الطريق أو هذا الحل لم يأتي بنتائجه فكان لابد أن نغيره هذه المختصارات أو هذه اللي غاكوغسي لمرت بها الدول هو اللي عبرت عليهم الرسالة الملكية بالممارسة الفضلة إذن لدينا رصيد من الممارسة الفضلة في مختلف أنحاء العالم بدون أن نقول أن هذا هو المثالي أولا لا يوجد شيء مثالي أو نموذج مثالي وإنما هناك ممارسة فضلة على كل دولة أن تقوم بتحيينها وملائمتها مع وقعها مع وقعها الاجتماعي مع وقعها الاقتصادي مع وقعها القانوني لأنه لا يمكن أن نأخذ واحد دولة متقدمة في مجال معين ونقول هذه تجربة ناجحة في بلد معين سأطبغها عندي أكيد سوف تفشل إذن نأخذها بعض المؤشرات خلال اليوم أمس وهذا اليوم كانت لقاءة تنائية مكتفة بين مختلف الدول ولسيما بين المملكة المغربية وعدد من الدول الإفريقية الكل يطلب الاستفادة من التجربة التي ركمها المغرب لقاءة تنائية التي عقد سيد وزير العدل والتي عقد سيد الرئيس المنتدى والتي عقد سيد الوكيل العام لمحكمة النقد الرئيس النيب العامة كل هذا بتفاد الاتجاه الجميع يطلب ليأتي إلى المغرب أو أن يستضيف خبراء مغاربة الجميع يقول أن تجربة المغرب أو أنهم ينظرون إلى المغرب كأنهم هم يعني أننا لسنا بذلك البلد المتطور جدا وبالتالي المرحلة التدريجية التي قطعها المغرب هي نفس المرحلة التي تقطعها بعض الدول الصادقة ويقولون ويصيرون على أن يستفيدوا تدريجيا من التطور التدريجي الذي يعرفه المغرب نحن بطبيعة الحال هذا شيء يشارفنا ويحن نرى الإشارة فيه لدينا اتفاقيات تم توقع عدد من اتفاقيات في هذين اليومين ولدينا توقعات دائما مسلسل تعاون مفتوح على الاستقبال الوفود الأجنبية وتبادل الخبرات كذلك المغرب استفاد من هذا اللقاء بالأمس كان لدي لقاء مع نائب الوزير في سنغافورة وهو يقول أنهم يعني معجبون بتجربة المغربية ويريدون أن يجعلون المغرب ضمن من أولوياتهم كشريك لأن في سنغافورة كما يعلم الجميع هناك تطور كبير في هذا المستوى على المستوى القانون الاستثمار إذن إشراك المغرب في فلك هذه الدول كذلك المغرب يمكن أن يستفيد النقاش كذلك الذي أترى أمس هو أننا كيف يمكن أن تكون هناك شركات المغرب كبوابة إفريقيا يمكن أن يشغل مع شركائه الأجانب سواء في أوروبا أو في أمريكا أو في أقطاب أخرى من خلالهم ندخل جميعا إلى إفريقيا يعني الدعم الذي كان لدى المغرب والآن وقد يعني المغرب خطأ خطوة كبيرة في هذا الاتجاه يمكن أن نصدرها ويمكن أن نضع رهن إشارة أشقائنا وأصدقائنا بإفريقيا للمناقشتها لا نقول أن لدينا حلول جاهزة ولكن نقول لهم ما هي الأشواء التي قطعها المغرب مثلاً في مجال التحديث عدد من المؤسسات الأوروبية تدعم وزارة العدل تدعم وزارة العدل في الدول الإفريقية ولكن كما تعلمون التحديث لا يمكن أن نشتري حاسوباً بأغلى ثمن وبآخر صيحة ولا بد من برامج ولا بد من الباكوفيس ولا بد من البنية تحتية خصتكم إذن نشتغل على هذا الجالب نستقبل بشكل عادي جداً وطبيعي خبراء ومهندسين من دول إفريقيا ومدول عربية ليلتقوا مع خبرائنا ومهندسينا في وزارة العدل ليعلموا أن ما هي الأشواء التي قطعها المغرب مثلاً عندما آخر تجربة في هذا كانت لدينا مع سلطانة عمان هناك تقريباً حوالي شهرين من العمل بين خبراء المغرب وخبراء سلطانة عمان لنقل تجربة المملكة المغربية إلى سلطانة عمان إذن هذه أمتلاحية على تعاون المكتف بين الدول التي تربطها بالمغرب علاقة صدقة قوة رسالة ملكية أمس ليست هي القاضي قوة رسالة ملكية أمس كانت هي كل مكونات منظومات العدل العدل والاستثمار لا يمكن أن نختزلها في دور القاضي كشخص أو كمؤسسة وإنما في دور المنظومة إذن أولاً من حيث المنظومة كانت الرسالة الملكية واضحة بأن على الجميع أن يتعبأ لتحقيق هذا المبتغى تفعيل دور العدل القاضي هو آخر من يتدخل لكن قبله هناك إجراءات وقبله هناك مذكرة محامي وقبله هناك دور لكتابة الضبط وهناك دور للخبير وهناك دور للبنك إلى آخر الرسالة الملكية ركزت على دور القاضي أكيد وركزت عليه بشكل واضح أي دعت القضاة ودعت العدالة إلى مواكبة الضرفية الاقتصادية هذا شيء كبير جداً يعني القاضي كان الله في عونه يعني لأن نطلب من القاضي أن يصبح قاضي اقتصادياً بكل تأكيد لن نطلب من القاضي أن يصلح الأزمة الاقتصادية أو يخرجنا من الأزمة الاقتصادية ولكن نطلب منه أن يواكب كيف سيواكب؟ يواكب من خلال تبسيط المساطر من خلال احترام الأجل معقولة لإصدار الأحكام من خلال المرونة الرسالة الملكية استعملت كلمة المرونة أعتقد مرتين وهذه المرونة دات حمولة كبيرة جداً يعني على القاضي وعلى المحامي أن يجتهد في إعطاء تأويلات للنصوص القانونية التي ربما لم تواكب أو في انتظار تحيين هذه النصوص القانونية على القاضي أن يقوم بضور كبير في الجادة القضائية وكانت رسالة الملكية واضحة عندما جالة الملك نصار الله أعطى توجيهات المحكمة النقد للنشر المعلومة هذا شيء مهم جداً لأن القوانين هي مكتوبة وصدر في الجارة الرسمية كل شيء تعرفه ولكن المجهود الذي يقوم به القاضي التجاري أن نتحدث عن القاضي بصفة عامة هذا المجهود مجهود جبار هناك من الأحكام ذات دلالة قوية جداً وكبيرة جداً لا يعرفها الجميع لا يعرفها المستثمر بل لا يعرفها القاضي الآخر إذن من هنا توجيه جالة الملك لنشر الاجتهادات القضائية كان له دلالة على أن القاضي والدور المكمل الذي يقوم به القاضي كمشرع يعني أنه يكمل بعض الفراغات أو بعض التأويلات أو بعض المواقف نقول بين مزدوجتين الجامدة القاضي يعطيها تأويلاً يراعي فيه الظروف العامة لعلها دي المقصود بالمرونة التي تحدثت عنها الرسالة الملكية لا تنساش تابنى فلاشين وتأكتب بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاتبريس